أعلنت الصين تحذيرا أحمر يستمر لمدة أربعة أيام جراء التلوث الناجم عن الضباب الدخاني الخانقة ما دفع الحكومة لإصدار أعلى درجات التحذير من الثلوث إلا أن سكان المحليين يقولون أن الضباب أقل كثافة من توقعات الجهات الرسمية من جهتها نصحت الحكومة الصينية مواطنيها القاطنين في الجزء الشمالي من البلاد بالاستعداد لموجة من الضباب الدخاني الشديد مطلع الأسبوع ترجمة نانسي قنقر